طب حد يقول لي اين الله السؤال اللي هو وقد سئل سيدنا الامام علي رضي الله عنه وارضاه وكان سيدنا الامام علي رضي الله عنه كان ذا بصيرة وكان على حكمة عالية ولما يسئل من حد يبصله كده فيحلله ان صح التعبير تحليل كامل يعرف من نبر الصوت ومن سؤاله من هيئته من شكله عايز ايه من السؤال ده فجاء له واحد من هؤلاء وقال له اين الله يا امام تخيل حضرتك وانت قعد كده في درس في ندوة في معنات بتحكي واحد يجي لك كده وقولك اين الله ايه ده فسيدنا الامام علي رضي الله عنه وارضاه اجابه باجابة قاطعة جامعة مانعة ما تخرش الميا قال له يا هذا ومتى غاب الله عنا حتى نسأل عنه الله الله اكبر اين الله نحن لم نخلق لنرى الله اعيننا وابصارنا لها حدود عشان تشوف ربنا فين واسماعنا ضعيفة ان تسمع الله وهو يتكلم ولذلك عندما كلم موسى تكليما اعطاه من القدرة ما يستطيع ان يستمع الى كلام الله وعندما طلب الرؤيته غير الرؤية الرؤية دي منامية منما الرؤية بالطيل مربوطة يعني الرؤية الايه الرؤية اليقظة بالنظر عندما طلب الرؤية قال له لن تراني ولكن الى اخر الى اخر فالمسألة غيبيا انت مطالب ان تنظر في هذا الكون ان تنظر في نفسك اولا ان تنظر في اطوار سنك منذ ان كنت طفلا صغيرا وقبل الطفولة كنت جنينا قبل الجنين كنت نطفة ماء في صلب ابيك ثم نازل هذا الماء الى رحم الام وبدأت النطفة تتحول الى علقة الى مضغى الى عظام يكسى العظام لحما ثم ينشأ بقدرة انت بصف نفسك هذه التطورات ما لكم لا ترجون لله وقارى وقد خلقكم اطوارا انظر الى هذه الاطوار في نفسك انظر الى هذه الاطوار في ابنك انظر الى هذه الاطوار في ما تمتلك اعزكم الله من بهائم وغير ذلك وطيور الجنين يكبر بك انظر الى الزروع والثمار التي نزرعها التفكر والتدبر في منظومة الحياة دايما بنقول في ان هو كتاب الله المسطور وكتاب الله المنظور المنظور دا يعطينا حضرتك ارى الله بقلبي وبعقلي وبانواره التي وضعها في من يقين ارى الله في كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد وسبحان الله يا شيخ محمد يعني دايما آليات الاستفهام والمعرفة اللي ربنا اوجدها في العقل البشري هي مش لحكمة ان الانسان يشت او ان هو ما يوصلش للإيمان هي الحكمة ان ربنا اوجد فيه الاسئلة دي علشان يتعرف على ربنا اكتر فيبقى عن اختيار وعن يقين اشتركوا في القناة